السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I am Omar في منح من كل الهدوان اليوم هناخد تكملة بالدرس الأول اللي فات يعني احنا معانا في الدرس الأول كان الverbs to be وكان معانا الضمائر اخذنا الجملة المثبتة affirmative واخذنا الجملة المنفية negative affirmative اليوم هناخد ال questions كيف نعمل question من الجملة نفسها طيب هناخد كمان وظائف بعض الوظائف أو jobs تفاكرين الحرف الأو قلنا معها صوت كمان هيكون معانا jobs jobs طيب هناخد عشرة وظائف وكمان هيكون معانا رابط في الوصف للأرقام إن شاء الله تشوفوه وتحفظو الأرقام الآن تعالوا نشوف الوظائف ونحفظها وبعدين نبدأ نترس قبل ما نبدأ نحفظ ركز معي في النقطة دي شوية لما نتكلم عن شيء واحد أيا كان الشيء بنحدد إنه واحد بحاجة اسمها article في الإنجليزي في ثلاثة articles اللي هما ذا اي ان ذا ما لها علاقة بالعدد لكن تستخدم لما نتكلم عن شيء محدد مثال سريع لما واحد يكلمك عن جواله بيقول ذا ثون لأنه بيتكلم عن جواله هو بس لكن ال اي والان بيساول عدد واحد ولما أقول اه ثون يعني جوال والسلام من غير أي تحديد يعني لو عاوز أتكلم عن جوال في محل مثلاً أو بين جوالات كثير هقول اه ثون يعني اه ثون موجود في المحل وخلاص طيب ان برضو معناها واحد وهي تحمل نفس معنى الاي لكن تستخدم قبل الكلمات اللي تبدأ بصوت واحد من الحروف الخمسة او اي 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 يو بنسميهم فاولز فاولز نحفظهم برسمة الوجه عشان ما ننسى مثلاً بقول اه بول لكن بقول ان اونين ان امبرلا ان ايس كريم ان ابل ان ايج لأنه معي فاولز في البداية لو حاسس نفسك لسه تايه في رابط فيديو في الوصف بيشرح الكلام ده اكثر يلا نحفظ الوظائف الآن مع أدوات التعريف تبعها اصطور a student a teacher a doctor a cook a housewife an accountant an officer an officer a policeman a policeman a businessman a businessman برضو a businesswoman a driver a driver s a businessman هل أنت جاك؟ هل أنت جاك؟ أنا هنا الآن أسأل فلنفرض أنه شفت حد تعبان شوية كذا وعاوز أتأكد هل أنت بخير؟ بيقول له هل أنت بخير؟ أنت كويس؟ أو هل أنت بخير؟ أو هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ طيب لما بتكلم عن حد بقول إذا أو اسأل الان sword بقل إز هي؟ إز هي؟ از ه إلى حدوا؟ نعمنا حفلة الحد وعاوز أن نتأكدها لنتحسأ الخورة إلى بعض الأخوة بخير هل أنت بخير؟ يقول إز هي؟ حولت فقط وأنك بودت قلت إز إط طيب هل تسمى؟ هل تسمى؟ ما هو يتسمى؟ في ناس كده بيقول لك لا انت مش بتسأل نفسك بس احيانا بنسأل نفسنا يعني بكون بتكلم في الموضوع باسأل الشخص هل انا غلط هل انا مخطئ بقول Am I wrong Am I wrong هل انا مخطئ فانا ممكن اسأل نفسي طبيعي بس لما بتكلم مع احد مش بعكس يعني هو قال I am happy عاوز اسأل مش هقول Am I happy Am I happy كده باسأل نفسي بس انا عاوز اسأل نفس هو هي عنه هو فبقول Are you happy Are you happy فهمتوا الفرق البعض نرجع مرة تانية الكلمة I am fine I am fine السؤال بتاعها هتكون Are you fine تمام او سؤاله كيف حالك فانا مش هقول له كيف حالك بخير لا هقول له كيف حالك صح كده هنا نفسي كده هيكون Are you fine انا هاخد fine هشيلها هتكون بقى Are you طيب انا عاوز اضيف كيف فبقول How How are you How are you هنكون معايا How are you كيف حالك الجواب I am fine أو I am not fine يعتمد يعتمد تعالوا نتخيل الموقف دا دخلت على واحد وشفته زعله و بيدمع و بيبكي او اي امكان فانت عاوز تتطمن بتسأله ليه يتزعلان او من زالك او اللي حصل عشان تزعل فبتوصل بتقول له Are you sad لا ما انت شايفه اصلا هو ساد يعي بتسأله Are you sad او ليه زعلان او لماذا انت حزين اوكي تعالوا بنعمل وطلع على الوظائف كيف استخدام الوظائف انا الان بتكلم عن نفسي بقول I am a teacher I am a teacher بقول عنك انت You are a student You are a student You are a doctor You are a doctor اذا عاوز اسأل اذا عاوز اسأل فبقول What مين فعش بقول are فبقول What do you do What do you do هنا انا بسألك عن وظيفتك انت بتشتغل اي او ماذا تعمل فبقول What do you do What do you do جواب بقول I am a student او I am a teacher طيب لما بسأل عن حد فبقول What does he do What does he do هتقول لي He is a student او He is a doctor He is an officer يعتمد على الوظيفة بتعته She is برضو What does she do تعالوا ناخذ المثال بتاع جاك مرة تانية الجملة كانت I am jack I am 22 I am from England وبعدين I am a teacher اوكي الان حناخذ على واحدة واحدة نحولهم سؤال الاولة I am jack السؤال المنطقة هي يقول Who are you Who are you لانها I am حتكون are you وحتبقى who من انت Who are you بس احنا ما بنسأل حد كده مش بنقوله Who are you بنقول What is your name What is your name ما هو اسمك الجواب بيكون My name is jack My name is jack بس الان احنا ما اخذنا دي الشاي احنا اخذه في الفيديوهات القادمة شوية شوية العادية درجة الان احنا اخذ Who are you لان احنا ما اخذين فقط are we الجملة التانية I am 22 I am 22 نكملها هتكون I am 22 years old I am 22 years old هل في فارق ما في فارق بس دي تكملت الجملة لان اوز اعمل سؤال هقول How old are you How old are you How old are you I am 22 How old are you I am 27 How old are you I am بتقول الرقم هل لو قلت الرقم فقط خطأ لا قل الرقم فقط عاوز تكمل Years old Years يعني سنوات والد يعني ابلغ من الامور هتكون I am 22 years old How old are you I'm 22 years old اي سؤال اللي بعده هنا بيقول I am from England I am هنحولها you هتكون You هتكون معايا Are هتكون Are You Are You from England كده انا متأكد Are you from England هيكون الجواب Yes I am أو No I am not Yes I am No I am No I am هنا نلاحظ انه لما كان معايا اداة سؤال في How old are you كان معايا اداة How الجواب كان جملة I am 22 years old لكن في السؤال اللي بعده كان معايا على طول Are you from England الجواب كان Yes I am أو No I am Not No I am Not منتهت هنا نلاحظ انه السؤال لو كان بالسويتش فقط من غير اي اداة سؤال الجواب هيكون سويتش مرة تانية هيكون No I am not أو Yes I am Yes I am انتهينا طيب إذا كان تهين اداة سؤال زي مثلاً بغول Where Where are you from Where are you from الجواب هيكون I am from England I am from England هيكون اداة سؤال كامل طالما سؤال جملة بعدها I am a teacher I am a teacher نعمل سؤال هتكون What do you do What do you do هنا اختلف ما فيش لا سويتش ولا شئ What do you do يعني ما هي وظيفتك أو ماذا تعمل خلاص سرعك دللغبنا اخذنا الوظائف اخذنا A و N اخذنا صيغة السؤال واتفكنا ان احنا هناخد الـ numbers من الرابط الموجود في الوصف و اخذنا بعض ادوات السؤال و هنكمل الباقيات ان شاء الله في الفيديوز القادمة و معانا الان التكليف انه هندخل على الرابط الموجود في الوصف و حل حل و برضو زي ما عملنا في المرة الفتاة نشوفه الفيديو ده نفس الفكرة بتاعت المرة الفتاة هنا معانا سؤال بنجاوب عليه Yes I am أو No I am not و يعتمد على الفاعل يعني هنا معانا parents يعني هتكون they فهنا هنقول They are not ليه؟ لانها No وبس بعدين تعمل Check my answers وتشوف الجواب صحيح التاني شوية مع قد بس انتم قدها هنا بتحاول ترتب الكلمات علشان تعمل أسئلة أسئلة دائما نركز ان احنا بنعمل أسئلة وبعدين تحت هتعمل Check عشان تشوف الجواب بتاعك يعني هنا معانا مثلا رقم ستة Is Your Sandwich Box Blue هنا بيسأل عن لون الساندويش باكس بتكمل حل الأسئلة وبترجم طبعا الكلمات الجديدة عليك علشان تحفظها وتوسع المكتبة بتاعك الكلمات اللي عندك وبعدين بتنزل تحت وبتعمل Check my answers لو حسيت انه جوابك غلط بتضغط على الباكس دية الأحمر وبيبعد الجواب وبتقدر تكتبوه مرة ثانية التكلفة الثانية حيكون انت هتدخل في التعليقات وهتكتب التعليق بتاعك كامل اسمك وعمرك من انت ووظيفتك وبس بالطبيق She is برضو What does she do? What does she do?